يا أم أحمد تضاعفت فاتورة الكهرباء هذا الشهر لا عجب في ذلك فقد أصبحنا نستهلك الكهرباء كثيرا في الإضاءة والحاسوب والمذياع والخلاط والفرن الكهربائي والغسالة والمكنسة الكهربائية وغير ذلك ألاحظ أن الأولاد يتركون الأجهزة الكهربائية تعمل طول اليوم وكذلك الإضاءة وهذا تبذير تكلمنا مع الأولاد كثيرا وقلنا لهم نحن نستهلك الكهرباء كثيرا جدا وهذا يؤثر في ميزانية البيت ولكن لا مستجيب لما نقول لدي فكرة نقول للأولاد إذا انخفض استهلاك الكهرباء فسوف نعطي كل واحد مكافأة هيا نجرب هذا الأسلوب ما شاء الله انخفضت فاتورة الكهرباء كثيرا هذا الشهر أعتقد أن أسلوبنا نجح وأين مكافأة الأولاد؟ سأحضرها معي إن شاء الله